وللمزيد حول استمرار أزمة المياه في العراق وتعاطي الحكومة معها ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطاني خفاجي أهلاً ومرحباً بك دكتور أهلاً وسهلاً بك أخي العزيز حياك الله حيا القناة حياك الله هل تحولت مشكلة الجفاف وأزمة المياه في العراق إلى مشكلة مزمنة ميئوس من حالها حكومياً؟ بالتأكيد تحولت هكذا هذه الأزمة إلى هذه الحالة وأسوأ وذلك لأن ليس في قدر الحكومة العراقية أن تقدرك الأمر أو أن تذهب إلى مفاوضات متبادلة مع كل من إيران وواقية لذلك جمدت الاتفاقية السابقة ولم يتم هناك حساب حصة العراق الحقيقية من المياه من البلدين لذلك نعتقد الأمور تتعقد أكثر فأكثر طيب قبل أشهر عدة تحدث وزير الموارد المائية عن أن الحكومة تعتزم تقديم شكواً دولية ضد إيران لمنعها روافد مهمة عن العراق هل تعتقد أن الحكومة تمتلك الشجاعة لتقديم هذه الشكوى ضد إيران؟ لا أعتقد أنها تمتلك ذلك لأكثر من شبه بدءاً بالإعلاقة الطبيعية غير طبيعية بين بغدال وطهران أو القوة الشياسية وطهران أثنين أن الاتفاقيات ما بين الطرفين غير واضحة وذلك عندما يتشتكي الطرف على طرف آخر دولياً لابد هناك اتفاقيات معينة بهذا الاتجاه وتفعيل لها هناك خلال في اتفاقيات ما بين أطراف جميعاً ولعل المشكلة الأكبر أن لحد أن لم يتم تحديد العلاقة في طبيعة المياه في أنهار المشتركة بين العراق ودول المجاورة فالغالب ما يسمى دول متشاطئة في حين هي لا أنهار عبر الحدود وهذه ضوابط أخرى إذن لا القدرة الذاتية على تقديم الشكوى قادرة ولو وجود اتفاقيات واضحة يمكن أن يعتبر تجاهب العراق في هكذا شكوى هل كأتقد أن مشكلة شح المياه في العراق تتعلق بدول الجوار وقطعها روافد كما في تركيا التي أقام السدود أم أن هناك سوء إدارة للموارد المائية في العراق أيضاً بالتأكيد لسبب الأساسي هو أن المياه شحت كثيراً ولعل تدفق المياه عند بناطق الالتقاء بالحدود نراها أقل ما هو عليه كما كان هناك اتفاقات سابقة بهذا الاتجاه ولكن أيضاً يكون دقيقين أن عملية الاستخدام الأنثل للمياه غائبة بالتأكيد ولكن هذا يعني بظهوره أن الدول تقطع المياه وتجفف مصادر المياه كالأهوار وسواها لهذا السبب لأن المسألة عراقية بحتة وليس للطرف الخارجي علاقة في كيفية إدارة المياه بقدر ما هي مشكلة داخلية كما قلنا وأعود وأكرر أن الأساسي هو أن يضمن تدفق المياه ثم بعدين يتم الحديث عن طريقة استردام المياه إذا ما تفاقمت هذه الأزمة وطال عمرها كيف ستنعكس على حياة الناس وعلى حاضر القطاع الزراعي ومستقبلها الله عز وجل قال وجعنا من الماء كل شيء حي والأسف يشريد الآن العراق الصناعة فيه صفر فما عاد عراق إلا أن يعتمد على المياه للشرب والسقي والري وبالتالي إذا ما وقف الرأي كما الآن نحن أهالي ديالة يعانون من شحة مياه ديالة إلى حد الصفر لذلك عطلت الزراعة في هذه المحافظة التي هي أساسا سلة كبيرة وغنية ومتنوعة للغذاء إذن الغذاء سيقل الحياة ستنعدم العمل سيكون البطالة كبيرة جدا والعمل صفر وبالتالي تعقد الأمر أكثر وأكثر وبالتالي هناك خالد كبير في البنية المجتمعية وفي الاستقرار السياسي في العراق إذا ما استمرت هذه الأزمة وباتت تشكل تهديدا للأمن الحياتي والغذائي في العراق هل تتوقع أن الحكومة في بغداد ستتعاطى بشكل أكثر جدية مع الأزمة الآنية والمستقبلية أم لا؟ للأسف لا لأن الحكومة لم تبدي شيئا على أزمات أخرى أقل شيئا فبالي بك أن الأزمة مع الدول الكبرى تمتلك إرادة أقوم إرادة عراقية والإرادة العراقية السياسية التجاه للخراج تكون معدومة لم تكن تابعة فأعتقد الحكومة لن تقوى على أن تفرض حالة معينة والاتفاقات الشكلية أو القليلة السابقة عطلت والحكومة العراقية غير جادة أبدا لن تتجاوز المحنة لذلك نقول أن الوضع في مجال المياه كما تقول بعض الخبراء أن عام 2040 قد يكون العراق ليس فيه نهرين جاريين بجد والفرات أستاذ العلوم السياسية دكتور قرطان الخفاجي كنت معنا عبر سكايب من بغداد شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في استوديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة